من غزة ينضم إلينا سمير زقوت نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان أهلا بك سيد سمير على شاشاتنا ضعنا في تفاصيل هذه المأساة كيف يعزل الفلسطينيون عن بعضهم البعض وهم من نفس الأسرة نفس المنزل نفس البيت يا سيد سمير كيف هذا يعني بداية أنا أعتقد أن غزة تمثل نموذجا واضحا وصارخا لتكاملية حقوق الإنسان وكيف يمكن أن يفضي انتهاك الحق في حريات الحركة والتنقل إلى انتهاك الحق في الحياة إلى انتهاك الحق في التعليم إلى انتهاك الحق في جمع شمل الأسر إلى جملة واسعة إلى انتهاك الحق في العمل إلى جملة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان أنا أعتقد أن هذا المكان من العالم يشكل نموذجا لا يمكن لك أن ترى مثالا حيا على ترابطية حقوق الإنسان والأثر الكبير لانتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل على جملة حقوق الإنسان دولة الاحتلال منذ أعلنت غزة كيانا معاديا وفرضت حصارا مشددا على القطاع حولت الاستثناء إلى الأصل بمعنى أن الأصل دائما هو الإباحة الإباحة الأصل هو أن حرية الحركة والتنقل هي حق من حقوق الإنسان وهو مباح لكل البشر ولا يقيد إلا إذا ما كان بقرار محكمة كمثلا أحد أطراف جريمة وقعت وهو مهم للتحقيق وصفروا من البلد قد يشكل خطر على مجريات التحقيق أو هروب من وجه العدالة وما إلى ذلك أما ما عدا ذلك فكل البشر لهم حق حرية الحركة والتنقل لهم حق أصيل في حرية مغادرة بلدانهم والعودة إليها متى شاءوا دولة الاحتلال جعلت أن الأصل هو أن كل سكان قطاع غزة محرومين وممنوعين من حقهم في الحركة والتنقل والاستثناء وفق لمجموعة من المعايير وضعتها ولا تلتزم بها وهي المعايير الإنسانية وحتى من ينجح في الحصول على تصريح سوى للنهاج للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية والقربية والقدس أو حتى إلى داخل طيب إذا كنت أسمعني يا سيد سمين يصدر تصريح مع عبارة أنه رغم الحظر بمعنى أن الأصل أن كل سكان قطاع غزة هم محظورين ممنوعين فهمت هذه المطر إلا من يصدر له تصريح يستثنى ويبقى الحظر قائما للأسف صمت المجتمع الدولي عيز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه الأصيل في وقف الانتهاكات والضغط لوقف هذه الانتهاكات وملاحقة ومسائلة المسؤولين عنها أسهم في تكريس هذا الواقع لدرجة تحول معها قطاع غزة إلى سجن كبير يفتقر فيه الإنسان إلى أبسط حقوقه وحرياته وبما في ذلك الأزمة الاقتصادية الانهيار الاقتصادي الذي يشهد قطاع غزة هو جراء هذا الحصار الذي يطال البشر كما يطال البضائع ويحرم سكان قطاع غزة من أي فرصة للتعافي الاقتصادي أو الاجتماعي ناهيك عن حقهم في تلقي العلاج المناسب الحصار كما يمنع المرضى من الوصول إلى المستشفيات أيضا يحضر وصول الألوية في كثير من المرات يحضر وصول بعض التجهيزات الطبية الضرورية رغم أن القانون الدولي الإنساني ولا سيما البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جينيف يؤكد على أن واجب دولة الاحتلال أن تقدم الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة كما تقدمه لمواطنيها لرعاياها ناهيك عن أن دولة الاحتلال طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعليها واجب اعمال الحقوق التي ترد في هذا العدوى في مقدمتها الحق في الرعاية الصحية المناسبة وحق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية والجسدية ولكن دولة الاحتلال تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وبالمجتمع الدولي والأسف يستمر هذا الصمت الدولي تجاه ما يجري ويتسامح العالم مع انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان طيب يبدو انك لا تسمعني سيد سمير سأكتفي بهذا القدر سمير زاقوت نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان اشكرك جزيلا على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر